النظام بسوريا مني بسعدة تعمل معه إلا من هريبه إلا من بعيد إنها السابع ونصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت أهلا بكم إلى المسائية ونبدأ بالعنوين مع مونير الحافي مساء الخير هنادي مساء الخير مشاهدين في عنوين هذه النشرة موجود نصب الأنون يسمح باستعمال الهوية أو جواز السفر إجراء الانتخابات في موعدها محل تأكيد رسمي وبالريادة للوحدة لتحصين الداخل عشية أعلان ترامب استراتيجيته العامة حيال إيران طهران ترفع صقف المواجهة وتهدد واشنطن بثمن باهظ ثلاثة هجمات انتحارية لداعش في دمشق وموسكو تتهم واشنطن بتخريب العملية السياسية في سوريا باعتقد واضح اني ما بركض لو بدا تكون فرصة العمر بس باثناش تشرين التاني نازل ركض ببلومبانك بيروت ماراتون في كتير قضايا بتخلي يلي ما بيركض يركض تسجل اليوم بفروعة بانك لبنان والمهجر وركض للقضية يلي بتختارها القوى السياسية تتحضر للانتخابات النيابية التي باتت مؤكدة الحصول وفق كل المراجع المسؤولة وهذا ما ذهب إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق مجددا التأكيد من عين التيني أن الانتخابات حاصلة في موعدها والانتخابات نفسها ستكون غدا على طاولة مشلس الوزراء في السراع الكبير من خلال البند المتصل بالاعتمادات المطلوبة لتأمين إجرائها والملفات الساخنة داخليا إن على مستوى الانتخابات أو تداعيات إقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب يعمل على إنجازها على وقع السخونة إقليمية برزت تجلياتها بالتهديدات الإسرائيلية وباستجال الكلام العالي النبرى بين واشنطن وطهران التهديدات الإسرائيلية لم تكن بعيدة عن أجواء لقاء الأربعاء النيابي حيث أكد الرئيس نبي بري أن اللقاء الأخير الذي جمعه ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مائدة نائب وليد جنبلاط لم يكن موجها ضد أحد لافتا إلى أن أفضل رد على التهديدات الخارجية يكون بالوحدة بين اللبنانيين في إشارة إلى التصريح الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي ضد حزب الله والجيش اللبناني وكذلك إلى التصريحات الأمريكية في ضوء تلويح واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الموقع مع طهران داعية دول العالم إلى التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله معلنة عن مكافأة مالية للمساعدة في اعتقال قياديين عسكريين في الحزب البداية من عين التيني حيث الكلام المنسوب للرئيس بري عن أهمية الوحدة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية والتقرير لماها ظاهر من الطابع الإقليمي المقلق المتمثل بالتهديدات الإسرائيلية إلى العقوبات الأمريكية انطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ليتحدث عن أهمية اللقاء الثلاثي الذي جمعه والرئيس سعد الحريري إلى مائدة النائب وليد جونبلاط قبل أيام فبالنسبة إليه إن أهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين وأن كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم بل العامل الأساسي لتحصين لبنان مؤكدا بحسب ما نقل النواب عنه أن اللقاء ليس موجها بطبيعة الحال ضد أي طرف أو فريق في المقابل تحفظ نواب حزب الله عن الرد على كراءتهم للقاء واكتفوا بالقول لا تعليق فسر البعض هذا اللقاء تفسيرات والتأويلات بعيدة كل البعض عن الواقع الإطار الصحيح للتفسير هو أنه شايفين مثل ما اتفضلتي وأشارتي للصورة كان على شكل إقليمي أو دولي أو خارجي والمطلوب هو أنه كيف نحصن ساحتنا اللبنانية وكيف ندعم ونعزز من أواصر هيدا الوحدة على مستوى داخلي بعيدا عن كل الضغطات والتهديدات والتحديات والتدعيات اللي عم تصير بلا وهيدا مش موجهة ضد حدا هيدا بس لمصلحة الاستقرار ومصلحة السيادة الوطنية ولها المصلحة الوطنية اللبنانية هو مفتوح وهيدا مفتوح يعني كان قبل كان مثل ما بتعرفوا هيدا البيت شهد كتير من اللقاءات على مستوى كل القيادات والزعمات والمرجعيات بالبلد زيارة دقائق فقط جمعت الرئيس بري مع وزير الداخلية نهاد المشنوق فمع الرئيس بري لست بحاجة إلى أكثر من ذلك للحصول على الإجابة هكذا قال المشنوق لافتا إلى أن البحث تركز على الانتخابات والقانون وما يجب فعله لكي تحصل الانتخابات في موعدها هل هناك ما يعيق الانتخابات بموعدها حتى الساعة؟ لا أبدا أبدا لا هو موجود نصب القانون يسمح باستعمال الهوية أو جواز السفر هي البند المتعلق بالانتخاب بمكان السكن هو اللي بيحاجة لتعديل إذا ما فيه هوية بيوماتي الوزير المشنوق وردا على سؤال وصف لقاء ثلاثي بالإيجابي والبناء والهادف إلى تعزيز التحاور بين القوى لأخذ الاحتياطات اللازمة لأن ما يحصل حولنا كتير كبير تقول مصادر المجتمعين أن الرئيس نبيه بري قلق من الوضع الإقليمي كون لبنان ليس جزيرة معزولة وبالتالي فأن اللقاء الثلاثي أتى في هذا الإطار لتحصين الوحدة والاستقرار على كافة الصعود من السياسة إلى الاقتصاد ودائما بحسب المصادر من دون إخفال دور الرئيس نبيه بري في لم الشمل من مقر الرئاسة الثانية في عين التيني مهى ظاهر تلفزيون المستقبل بعد التهديدات المتبادلة على خط أمريكا إيران وإسرائيل حزب الله تتعدد القراءات لما يمكن أن يشده لبنان في المرحلة المقبلة وسط توقع كثيرين بأن تبقى البلاد في مأمن لكن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على الحزب وفي هذا الإطار برز اعتبار قيادة الجيش أن الأقوال المنسوبة إلى مصدر عسكري في مقال صحفي لا تعبر عن موقف القيادة بمعزل عن صحتها أو عدم صحتها وكان المقال تضمن أقوال منسوبة إلى مصدر عسكري تناولت موقف الجيش من تصريح وزير دفاع العدو الإسرائيلي حول نظرة هذا العدو لموقع الجيش اللبناني في أي حرب مقبلة التقرير لربيع شنطف التصريحات النارية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتلك المتبادلة بين حزب الله والعدو الصهيوني تضع لبنان أمام المشهول وتبرز تساؤلات عن كيفية انعكاس هذه التصريحات على الأرض اللبنانية لا أعتقد بأنه يعني لبنان سيكون مسرحا لهذا الموضوع لا يمكن أن ينال لبنان نصيبه من هذا الموضوع بصورة غير مباشرة من خلال يعني تصويت مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي على قوانين جديدة تفرض عقوبات على كل من له علاقة بحزب الله حتى أصدقاء حزب الله وطاقمه السياسي هذا احتمال وارد ولكن لا أرى أن هناك أي مواجهة بالمعنى السياسي أو العسكري على الأرض اللبنانية بين إيران والولايات المتحدة كلام السيد حسن نصر الله مؤخرا الذي تحدث عن أن حزب الله لم يعد فقط مقاومة لبنانية بل له دور إقليمي وقد أصبح قوة إقليمية عظمى هذا الكلام بالواقع يستدرج الإسرائيليين على الرد عليه رد العدو على حزب الله لا يزال كلاميا لكن المخاوف هو أن تتحول الأقوال إلى أفعال وأن يدفع لبنان مجددا ثمن الصراعات والمحاور في المنطقة لدى إيران وحزب الله بالواقع طموحات لجعل لبنان والجباة على الجولان جباة واحدة وقد ظهر هذا في تصريحات من قبل حزب الله في السابق وأيضا من قبل المسؤولين الإيرانيين لبنان الأول مرة بيقول أن الجيش اللبناني هو تابع لحزب الله وهو مستهدف حيثون في مرحلة المقبرة في حال يعني هناك مغالب في هذا القول أنا أعتقد بأنه يعني هو يعتبر بأن وجود الجيش في الجنوب ووجود حزب الله في الجنوب وجبهة المواجهة مبدئيا لأي تهديد إسرائيلي هي الجنوب فإنه يعتبر أن القوتين موجودتين في نفس الميدان وعلى نفس الجبهة يعني من الطبيعي جدا أن ينسق جهديهما العسكري في حال حدوث أي اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان الهدوء والاستقرار هو ما ينشده اللبنانيون الذين في كل مرة يرون أنفسهم أمام ما يعمل لمصالح خارجية وبالتالي من يريد أن يعيدهم عشرات السنين إلى الوراء وفي سياق التصعيد بين إيران والولايات المتحدة أعلنوا واشنطن عن مكافأة مقدارها 12 مليون دولار للمساعدة في اعتقال قياديين عسكريين في الحزب هما طلال حمي وفؤاد شكر فمن هما؟ أضافت وزارة الخارجية الأمريكية اسمين جديدين من حزب الله على اللائحة السوداء عارضة مكافأات سخية لمن يدلي بمعلومات عنهما فمن هما طلال حمي وفؤاد شكر موقع المكافأات من أجل العدالة وهو كناية عن برنامج أمريكي يقدم مكافأات لكل من يدلي بمعلومات عن قيادات مطلوبة ومصنفة إرهابية ذكر أن طلال حمي من الموليد 27 من تشرين الثاني من العام 1952 متحدر من بلدة طرية الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك يحمل أسماء عدة منها طلال حسن حمي وعسمة مزرعاني وهو رئيس منظمة أو تشكيل الأمن الخارجي التابع لحزب الله والذي ينصق العمل وينظمه بين خلايا عدة حول العالم يذكر بأن وزارة الخزانة الأمريكية كانت صنفة طلال حمي في الثالث عشر من أيلو من العام 2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب أمر تنفيذي لأنه يقدم الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم أما فؤاد شكره بحسب الموقع نفسه فيشغل منصب مستشار كبير الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في الشؤون العسكرية ويشغل منصب القائد العسكري الأول للحزب في جنوب ابنان ويعمل في أعلى هيئة عسكرية تابعة للحزب وهي ما يسمى مجلس الجهاد من موليد بلدة النبيشيد في بعلباك في العام 1962 ويلقب بالحجم حسن عمل مع حزب الله واشترك في أنشطته لأكثر من ثلاثين عاما كما كان أحد المقاربين من القياد الذي قتل في سوريا عماد مغني لعب شكر دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ تفجيرات ثقنة المشاة البحرية الأمريكية في بيروت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام 1983 والتي أسفر عن مقتل نحو 250 من أفراد الخدمة الأمريكية إيران رفضت إعادة التفاوض على الاتفاق النووي في حال انسحبت الولايات المتحدة منه في حين اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيكون الخطأ الأكبر غير أن البحرين وصفت الخطوة الأمريكية المرتقبة بالمحورية إيران لن تتفاوض مجددا على الاتفاق النووي هذا ما أعلنه وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني مؤكدا وجود قرار قاطع بعدم الردوخ للضغوط الأمريكية وأشار ظريف إلى أن رد بلاده سيكون ساحقا على أي قرار تتخذه واشنطن بجأن الاتفاق النووي مشددا على أن طهران قادرة على الصمود أمام أي تهديد وفي الجلسة نفسها أكد النواب الإيرانيون أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا إذا انتهكت الاتفاق النووي وأشاروا إلى أن أي عقوبات تفرض على الحرس الثوري الإيراني وكأنها تفرض على الشعب برمته تزامنا قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القرار الأمريكي المرتقب لن يحدث زلزالا في إيران فقط بل في العالم أجمع وخلال جلسة للحكومة دافع روحاني بشدة عن خصومه السابقين في الحرس الثوري معتبرا أن تصنيف واشنطن للحرس كمنظمة إرهابية سيكون الخطأ الأكبر زاعما أن الحرس يتمتع بشعبية بين العراقيين والأكراد والسوريين واللبنانيين لأنه دافع عنهم في وجه الإرهاب على حد تعبيره وقبيل الستراتيجية العامة التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الجاري أعلنت روسيا أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سيزعزع الوضع في الشرق الأوسط مؤكدة أنه لا يوجد هناك حتى الآن أي بديل عن هذا الاتفاق وأضفت موسكو أنه في حال أقدمت واشنطن على هذه الخطوة يحق لإيران عندها وقف تنفيذ الاتفاق وفي المواقف العربية اعتبر وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد أن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وإدراجه في لوائه الإرهاب يشكل خطوة محورية في تحديد أحد أهم مصادر الإرهاب في المنطقة والعالم مشيرا إلى أن الثورات لا تحتاج لحراس إلا إذا كانت ظالمة لشعبها وسارقة لحقوقه وتنوي الشر على جيرانها ولنا في إيران مثل واضح في غضون ذلك عرضت روسيا لعب دور الوساطة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران وإجراء مفاوضات بينهما لإنهاء الخلاف وقال نائب وزير الخارجية الروسية ميخايل بوغدانوف أنه سيكون من الأسهل حل الكثير من المشاكل إذا توفر المستوى اللازم من التفاهم والثقة بين طهران والرياض شارك الأمين العام لطيار المستقبل أحمد الحريري في الاحتفال الذي أقامته منصقية بيروت لإطلاق ماكنتها للتواصل الانتخابي مؤكدا أن لا أحد يمكنه أن يلغي تيار المستقبل لا تراتبية في تيار المستقبل بعد الرئيس سعد الحريري جميعنا في التيار جنود للوقوف في وجه المعركة الشرسة ضدنا لإلغائنا من الحياة السياسية لكن أحدا لن يلغينا الكلام للأمين العام لطيار المستقبل أحمد الحريري خلال الاحتفال الذي أقامته منصقية بيروت في مقرها في الطريق الجديد لإطلاق ماكنتها للتواصل الانتخابي بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جوان جسابيا والنواب عمار حوري باسم الشاب نبيل دوفريج وعاطف مجدلاني لو ما عنا رأس هرم ولو ما عنا زعيم واسق فينا ولو ما عنا رئيسنا وقائدنا الشيخ سعد ممنس وشي هو لمنستمت منه الثقة وهو لمنستمت منه القوة وهو لما يمنحنا هذه الثقة لازم نكون على قدة جميعا وأنا جلد كل مناطق لبنان بالسندان الأخير دانا حدلني جول كل المناطق ولكل اللي طالبوا هلأ من الشرمية كلنا فوق بفتح مكاتب ما هفتح ولا مكتب مكتبنا هو الشارع مكتبنا بيوت الناس مكتبنا كل حي بدنا كل واحد مننا نشير رتبنا على جرب أنا مني أمين عام بيروت وليد منه منسة نواب مش نواب كلنا جنود للوقوف ضد المعركة الشرسة لبعدها بوجنا واللي عم تاخد أشكال مختلفة اليوم لإلغانا من الحياة السياسية نحن ما حدا بيلغينا قوتنا نستمد من من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن المشروع الوطني تابعه الأمين العام شدد على أن الرئيس الحريري أعاد تيار المستقبل إلى قلب الخارطة السياسية وإلى صلب المعادلة السياسية داخل البلد والرئيس سعد الحريري اليوم عنده إيمان بأنه كل ما جنحنا إلى السلم طرف لبدو الحرب بيخسر لأنه هذا الطرف ما عنده مشروع اقتصادي اجتماعي كل ما يدور حوله لحزب الله هو لدعم عمود الفكاري اللي هو الأمن والسلاح أما نحن كل ما ثبتنا الاستقرار وكل ما ثبتنا السلم الداخلي بيكون مشروعنا لهو مشروع بناء دولي تحت مشروع وطني ترك لنا إياه الرئيس الشهيد رفيق الحريري منكون نحن عم نكسب لو عالمدى طويل وكانت كلمة لمنسق عن بيروت وليد دمشقي يأكد فيها أن بيروت ستنتصر في الانتخابات النيابية المقبلة لرفيق الحريري ولسعد الحريري كما ستنتصر لدورها وموقعها في المعادلة الوطنية بيروت اللي فيها ناس مثلكم ما هتركع وما بقى حدا يزايد عحب دولة الرئيس الحريري لبيروت لأنه ما حدا بيحب بيروت بالأفعال إلا سعد الحريري وكان أحمد الحريري شارك قبل الاحتفال في الاجتماع الدوري لمجلس منسقية بيروت واطلع من الأعضاء على واقع الدوائر في بيروت وشؤونها النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل محكمة عراقية تأمر باعتقال منظمي استفتاء كردستان واستمرار الحوار الفلسطيني في القاهرة وسط أجواء إيجابية أهلا بكم الجديد تبنى تنظيم داعش ثلاثة أجمات انتحارية استهدفت المقر الرئيسة لشرطة دمشق مما أدى إلى مقتل شخص وجرح ستة في غضون ذلك اتهمت موسكو واشنطن بتخريب العملية السياسية في سوريا عبر تسهيل نقل مقاتلي داعش إلى الحدود الأردنية سيناريو الهجمات الانتحارية الذي شهده مركز شرطة الميدان قبل نحو أسبوعين عدل يضرب من شديد مركزا آخر بعد هجوم ثلاثة انتحاريين عليه تبناه هذه المرة تنظيم داعش الإرهابي وبحسب ما أفاد تلفزيون النظام الرسمي فجر انتحاريان نفسيهما بعدما اشتبك مع قوات أمن النظام وحاولا اقتحام المقار الرئيسي لقيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد وسط دمشق ما أدى إلى سقوط عدد من القتل والجرحة في حين تمت محاصرة الانتحاري الثالث خلف مبنى قيادة الشرطة مما اضطره لتفجير نفسه ميدانيا كشفت مصادر عسكرية عن وصول وفد عسكري تركي إلى معبر أطمى الحدودي قابله وصول حشود عسكرية لهيئة تحرير الشام فيما بدى أنه تحضير لدخول وفد استطلاعي تركي ثان إلى داخل الأراضي السورية من أجل تحديد مزيد من نقاط انتشار الجيش التركي في إطار تطبيق مناطق خفض التصعيد من جانب آخر اتهمت موسكو واشنطن بتسهيل دخول عناصر داعش عبر نقطة مراقبة أمريكية قرب قاعدة التنف على الحدود الأردنية محاذرة من تحويل هذه القاعدة العسكرية إلى ثقب أسود في وقت نبهت من أن مسؤولية التخريب العملية السلمية في سوريا سيتحملها الطرف الأمريكي فقط سياسيا أوضح وزير خارجية روسيا سيرجي لفروف خلال لقائه وزير خارجية النظام وليد المعلم أن موسكو لن تسمح بتسييس الملف الكيميائي في الأمم المتحدة لافتا إلى أهمية التنصيق بين الجانبين في المنصات الدولية لاسيما في نيويورك وجينيف أما المعلم فهاجمت تحالف الدولي بقيادة واشنطن متهما إياها بمحاربة آلاف المدنيين في محافظتي الرقة ودير الزور باستثناء داعش معتبرا أن التحالف هو غطاء لتدمير سوريا وإطالة الحرب فيها على حد قوله أصدرت محكمة عراقية أمرا باعتقال منظمي استفتاء كردستان وهو الأمر الذي اعتبرته مفوضية الانتخابات في الأقليم قرارا سياسيا وغير قانوني وقبل قليل أعلنت حكومة كردستان أن القوات العراقية تعد لهجوم كبير على كاركوك أمر مجلس القضاء العراقي الأعلى باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على تنظيم استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان في الخامس والعشرين من أيلول الماضي وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد الأمر بناء على الشكوى المقدمة من المجلس الأمن الوطني على خلفية تنظيم الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية التي أفتت بعدم شرعيته في المقابلة اعتبر المتحدث باسم مفوضية الانتخابات والاستفتاء شيروان زراري أن القرار هو سياسي وغير قانوني مشيرا إلى أن المفوضية ترفض القرار لأن الاستفتاء جاء بناء على قرار من رئاسة وبرلمان منطقة كردستان بدوره أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن الإجراءات التي اتخذت على أثر الاستفتاء هي ليست ضد الشعب الكردي ولن يتخذ أي إجراء يضر به مشيرا إلى عدم وجود قطيعة مع الأقليم ورافضا اعتماد الخطاب العنصري من جهة أخرى أعلن العبادي عبر تويتر انتهاء مختلف العمليات العسكرية غرب كاركوك ولحواجة وجبال مكحول وحمرين بالكامل لليوم الثاني على التوالي تتوصل في القاهرة جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتين فتح وحماس التي شكرتا الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وكانت الحركتان قد أكدتا في ختام اليوم الأول من الحوار أن أجواء إيجابية سادت المحادثات التي تطرقت بعمق إلى موضوعات عدة بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في غزة اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة الجوف المرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل الأطفال والذين جندهم الإنقلابيون يذكر أن مركز الملك سلمان أعاد تأهيل أربعين طفلا في محافظتي مأرب والجوف كمرحلة أولى على أيليها تأهيل أربعين آخرين في محافظتي تعز وعمران عبر برامج توعوية موجهة للبيئة المحلية التي يعيش فيها الأطفال للمرة الأولى منذ أزمة التأشيرات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا أجرى وزير الخارجية التركية مولود جويش أوغلو محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكية ريكس تيلرسون بشأن هذه الأزمة من دون أن تتضح بعد تفاصيل الاتصال وكان السفير الأمريكي لدى تركيا جون باس قد قال اليوم في أم تمر صحفي إن بلاده لا تزال تنتظر تفسيرا من أنقرة بشأن احتجاز اثنين من ديبلوماسيها في تركيا وهو الأمر الذي دفع واشنطن إلى تعليق إصدار تأشيرات في تركيا تتابعونا بعد الفاصل الرياضي في بعبدة وبيت الوسط وقسم الرعاية الصحية الطارئة في مطار رفيق الحرير الدولي أهلا بكم من جديد بعد إحرازه كأس أندية آسيا في كرة السلة قدم النادي الرياضي كأس البطولة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة أكد الرئيس الجمهورية العماد مشال عون أن الإنجازات التي تحققها الفرق الرياضية اللبنانية في البطولات العالمية والإقليمية تزيد من حضور لبنان في العالم وتؤكد على القدرات الرياضية والفنية التي يتمتع بها اللاعبون اللبنانيون في مختلف الألعاب الرياضية كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة رئيس النادي الرياضي المهندس إشام الجارودي على رأس وفد من الإداريين واللاعبين في النادي والذين قدموا لرئيس الجمهورية كأس بطولة الأندية الأسيوية لكرة السلة والتي نظمت في الصين بنهاية شهر الماضي والتي حل فيها الفريق اللبناني في المرتبة الأولى وألقى المهندس جارودي كلمة شكر فيها الرئيس عون لأنه كان أول مهني النادي بالإنجاز الرياضي الذي حققه مقدرا الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للشباب والرياضة وقال نعتز بأن نقدم لفخمتكم كأس آسيا التي فاز بها النادي الرياضي اللبناني والذي حمل اسم لبنان في بطولة آسيا في الصين وفوزه على كل الفرق التي شاركت في البطولة وهذا الفوز ليس فوزا للنادي الرياضي فحسب بل للبنان ورد الرئيس عون مهني عن النادي الرياضي بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى البطولات الكثيرة التي فاز بها سابقا منوها بالكفاءات التي يتمتع بها اللاعبون والمستويات العالية التي يظهرون بها خلال المباريات أمام فرق رياضية كبيرة من مختلف دول العالم وأشدد الرئيس عون على أهمية الاستمرار في توفير فرص اللاعبين اللبنانيين الشباب كي يستمر اندفاعهم وتشهد لعبة كرة السلة من خلالهم المزيد من التطور لسيما وأن جمهورها يتزايد يوما بعد يوم وهؤلاء اللاعبين سوف يشكلون خزانا للمنتخب اللبناني في اللعبة وبعد ذلك قدم المهندس جارودي للرئيس عون كأس البطولة التي أعادها رئيس الجمهورية إلى النادي عربون تقدير من جهاته أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فريق النادي الرياضي بفوزه في البطولة معربا عن أمله في أن يحقق النادي مزيدا من الانتصارات وصولا إلى الفوز ببطولة العالم كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله عصرا في بيت الوسط وفد الهيال لدرية للنادي الرياضي وأعضاء الفريق برئاسة رئيس النادي هشام جارودي في حضور منصق رياض افتيار المستقبل حسام زبيبو حيث قدم الفريق للرئيس الحريري كأس البطولة في بداية اللقاء تحدث جارودي فأشار إلى أن الفريق الذي حصل على المرتبة الأولى في البطولة دون أي خسارة يهدي هذا الكأس إلى الرئيس الحريري لأنه راعي الفريق وحضنه وللبنان والشعب اللبناني ككل ورد الرئيس الحريري بكلمة قال فيها رفعتم اسم لبنان عاليا والحمد لله أنكم فزتم وعدتم إلى لبنان بهذا الانجاز العظيم وأنا سأبقى كما كان والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري على تواصل دائم معكم وداعما لكم وأشكر الرئيس الحريري جارودي على رعايته دائما للنادي مقدرا للجهود التي تقوم بها الهيال لدرية فيه آملا أن يحرز الفريق مزيدا من الانجازات وصولا إلى بطولة العالم إن شاء الله في بيت الوسط أيضا التقى الرئيس الحريري وفدا من مؤسسة يدنا برئاسة السيدة وفاء سليمان التي قالت إنها أطلعت الرئيس الحريري على النشاطات التي تقوم بها المؤسسة ووجهت إليه دعوة لحضور العشاء الذي تقيمه المؤسسة في الثالث من تشرين الثاني المقبل مع أقرار مشلس النواب قانون الضرائب تصبح ملحة دعوة المعنيين لضبط أي زيادة غير مشروعة على الأسعار وفي جولة لنا على الأسواق تبين حصول تفوت فأمن التجار من رفع الأسعار ومنهم من التزم أحكام القانون تقرير محاسن حلبي رفع أسعار السلع الاستهلاكية يبدو أنه في استطلاع لأراء الناس طبق في محال تجارية في وقت تريفت محال أخرى عن ذلك أنا بوزع أبداع وأباري أنه في غلط غلط الأسعار طلعت مش من هلأ من وقت اللي حكوا أنه بدي سلسة طلعت الأسعار يعني فيه ناس بغلية وفيه ناس لا عرفت كيف مشين هيك يعني ما نلاقي وين فيه مثلا آف يعني دعاية يعني زيادة من حطة قيد غلية ما فيه حتى السوق ما فيه شغل يعني عم جيب توريخ يعني لورا شوي لحتى اللي يوفر شوي ما فيه كتير غلية أسعار حاليها إجمالا مقبولة الأسعار بعضها عادية الخبير الاقتصادي جاسم عجيئة يرى أن انقصام آراء المستهلكين تقف وراءه أسباب عدة أبرزها التزام بعض التجار بعدم فرض أي زيادة على أسعار السلع الاستهلاكية حتى نشي القانون في الجريدة الرسمية بينما تجار أخرون يخالفون القانون من دون حسيب أو رقيب مذكورة أصلا بالمرسوم الاشتراعي 73 ع 83 يلي يعني بيجزي بعقوبات إيسية التجار اللي بيخالفوا اللي بيستغنموا هالفرص هايدي كمان فيه وضع الشخص أو وضع المستهلك يلي حسب مديياته كمان هايدي بتأثر على حكمه إذا كانت البضاعة غلية ولا لا يعني 250 ليرة على شيء سلعة بشترية يمكن ما تقرب وتأخر مع شخص عنده مدخول أو من الشخص من الطبقة الأعلى من الطبقة الوسطى بينما مثلا بالطبقة الأدنى من الطبقة الوسطى مثلا هايدي يمكن تأثر معه بحسب عجيئة تقوم وزارة الاقتصاد قدر المستطاع وضمن الإمكانيات المتاحة بواجباتها غياب التشريعات الضرورية قيدت صلاحياتها فضلا عن فقر الكادر البشري الذي يتألف فقط من 140 مراقب في حين أن هناك 80 ألف مؤسسة تجارية الحكومة بتقدر تعمل على صعيد القضاء يعني فيها تخصص خليني أقول عشر قضاء مختصين يكون عندهم استقلالية معينة ويبدتوا حصريا بالمحاضر اللي بترفعها وزارة الاقتصاد والشرطة الصياحية وإلى ما هنيلي التاجر لما عم بتنام القصة سنة سنتان بيكون راح شايف اللي بديوا يشوفه تعملوا وصايت مع القضاء وإلى ما هنيلي كيعملوا ضغوطات تأخر شيء تطلع القصة كل كلفتة عليه ماشي يعني بالنسبة للأرباح اللي عم بحققه حلول سريعة مطلوبة من المعنيين لمراقبة الأسعار وضبط ارتفاعها الذي بات حتميا مع فرض الضرائب الجديدة انشغال آخر يؤرق الموطنين وهو حال الطرقات وتطبيق قانون السير اليوم سقطت ضحيتان جراء حادث سير على طريق أبو الأسود صور والمأساة الإضافية أنهما شاب وشقيقته لم يكن عبد علي بيضون يعلم أن طريق عودته من مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى بنت جبيل ستسطر آخر فصول حياته فابن الثامنة والعشرين عاما أوصل زوجته إلى المطار متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاد أدراجه عند منتصف الليل مع شقيقته زينب التي تصغره بعامين باتجاه بلدتهما بنت جبيل لكن القدر شاء أن تصطدم سيارته المستأجرة بعامود للكهرباء على أوتوستراد أبو الأسود صور ما أدى إلى اندلاع النار فيها وبالتالي إلى تفحمه وأخته بداخلها وقد عمل عناصر الدفاع المدني إلى سحب الجثتين المتفحمتين من داخل السيارة بعدما استعانوا بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية لتنفيذ المهمة فيما حضرت قوة من قوى الأمن الداخلي إلى المكان وعملت على معاينة الحادث وفتحت تحقيقا فيه افتتح وزير الصحة غسال حصباني قسم الرعاية الصحية للطوارئ في مطار رفيق الحرير الدولي مؤكدا أنه سيكون في خدمة المسافرين والزائرين 24 ساعة متواصلة قسم للرعاية الصحية للطوارئ في مركز وزارة الصحة في مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت تم تجهيزه بمعدات جديدة حديثة للعمل افتتحه وزير الصحة العام غسال حصباني الوزير تفقد العاملين في المركز الذي يضم 16 شخصا من بينهم 6 أطباء كان في حجر صحي ولكن وسعنا نطاقه إلى أن يكون أيضا عناية للحالات الطارئة يلي ممكن تحصل ضمن حرم المطار ففيه صار أجهزة للإفاقة العناية للحالات الصغيرة اللي بدأ التباه بسرعة قبل ما توصل يوصل الإصعاف على مطار بيروت فهيكي ما بعد يصير في حالات بين المسافرين أو الزائرين للمطار ما ممكن نهتم فيها هوني بالمطار إذا كانت طارقة قبل وصول الإصعاف عززني بمعدات حديثة أيضا إضافة إلى الأدوية يلي ممكن تعالج المرضى اللي معهم أمراض مزمنة وعندهم مشاكل كمان أجهزة الكشف عن الحوامل والجنين ينعرف قبل السفر إشارة إلى أن حركة الركاب في المطار هي في تزايد مستمر حيث بلغ مجموعة الركاب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 6 ملايين ونصف مليون راكب ويتوقع أن تسجل الأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام المزيد من هذا الارتفاع كما يشار إلى أن المركز يقدم حوالي 5000 لقاح في السنة تتراوح بين حما صفراء سحاية بالإضافة إلى لقاحات الحجاج في موسم الحج والعمرة من هنغاريا التي يزورها حاليا اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران بسيل أن لبنان لم يستطع حماية نفسه من النزوح وبات مستباحا فهو يتأثر بالنزوح الإنساني والاقتصادي وهذا ما تدل عليه خريطة القدوم من سوريا وخريطة الانتشار داخل لبنان فتحنا بيوتنا فتحنا قلوبنا فتحنا كل شيء ببلدنا لا استباح وصاروا حتى العناصر المخلة بالأمن ومخلة بالقوانين اللبنانية ما عم نتعامل معها بالحزم اللازم تنحفظ بلدنا بالوقت اللي هنغاريا أخذت كال الإجراءات اللي بتعرفوها أقله كان تسكير الحدود بشكل كامل وحميت مجتمعها وبالآخر ما كان في عندها أبدا نزوح بالمقارنة مع دول تانية تكبغت خسائر كبيرة وبلشت تدخل خلفية التماسك السكاني والمجتمعي وخلال افتتاح ورشة عمل بعنوان تغطية قضايا اللاجئين أكد وزير الأعلام ملحم رياشي أنه يجب أن نكون إيجابيين في تغطية أخبار النازحين بعيدا عن العنصرية داعيا إلى العمل على تخفيف التشنج السائد لحين عودة السوريين إلى بلادهم يوضع حد للتشنج بين الضيف السوري والمضيف اللبناني وعدم تسويق أي جريمة تحصل وكأن هناك شعب مجرم أي مشكلة تحصل وكأن هناك كارثة كبرى تحدث في لبنان تسويق الأمور على قدر أحجامها والتعاطي معها لعادة الأساس بانتظار عودة قريبة وآمنة وآمينة لشعب السوري إلى وطنين تربويا أعلنت منظمة الشباب التقدمي انسحابها من خوض الانتخابات الطلابية هذا العام في كل الجامعات معتبرة أن الانتخابات تحولت إلى مسار غير المسار المرجو منها تشوبه عيوب التطييف والتعصب الطائفي في كثير من المواقف والمواقع أضافت المنظمة أنها ستعكف في الفترة المقبلة على بناء رؤية واضحة تحدد على أساسها كيفية خوض الانتخابات الجامعية للأعوام المقبلة تحت عنوين سياسية وطالبية أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن اللبنانيين حرصون على تعزيز وحدتهم وعلى مواجهة الإرهاب وأشار خلال لقائه سفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيت ريتشارد أن لبنان تربطه علاقات وصداقات ندية مع الدول العربية والأجنبية التي تحترم حريته وسيادته وعروبته وقراراته ولا تتدخل في شؤونه وشدد على أن إسرائيل هي عدو للبنان ولا تلتزم بالقرارات الدولية عقدت غرفة الاستئناف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة للأخذ بوجهة نظر المدعي العام نورمان فارل ورئيس مكتب الدفاع فرانسوارو بشأن المسائل القانونية التي طرح قاضي الإجراءات التمهيدية دانيل فرانسن على غرفة الاستئناف وهي أسئلة قانونية ستساعده على البت في القرار الاتهامي الجديد الذي أوضعه فرل لقاضي الإجراءات التمهيدية في تموز الماضي وبقي مضمونه سريا إدارة حصر التبغ والتمباك اللبنانية الرجي كرامة الفائزين بمسابقة منشر صور للتصوير الفوتوغرافي برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب سيدة رند عاصي بر وزعت إدارة حصر التبغ والتمباك اللبنانية الرجي بمقرها في الحدث الجوائز على الفائزين بمسابقتها للتصوير الفوتوغرافي منشر صور التي تمحورت حول موضوع مراحل القطاف وموصل التبغ والتمباك في لبنان ويشير عنوانها إلى المنشر الذي تعلق عليه أوراق التبغ بعد قطافها وتهدف إلى دعم الطاقة الشابة والموهوبة أصبحت من المؤسسات التي تشكل علامة فارقة بين المؤسسات ليس في الوطن العربي بل في العالم وأريد أن تحيي باسمكم بصورة خاصة جميع رؤساء البلديات الذين حافروا وسهروا على تاعة المزارعين مزارعين تبغ في الجنوب والبقاع والشمال وعلى مساحات لبنان إننا في الرجي نؤمن بأن الفن الواعي والملتزم ونؤمن بتطوير قدرات شبابنا فكريا وفنيا كما نؤمن بأهمية التنمية المستدامة ودعم المزارعين الرجي وعدت بتوسيع هذه المصابقة وهذا المعرض من أجل دعم قطاع الفن والمواهب الشابة الآن صفحة الأحوال الجوية مع كريسال عبدالساتر موسيقى موسيقى تأس خريفة عبدالساتر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تفاصيل أكتر عن تأس لبنان منشوفها بعد جولة الدول العربية منبلج جولتنا مع القاهرة 29 26 بتونس 33 درجة بالرباط 33 ببغداد 29 26 26 درجة بالكتس والختام عبيكون مع الكويت والرياض 36 درجة أما الدوحة 38 درجة نصر حالة على تأس لبنان بكرة جول العام عبيكون غائم جزئيا مع استرار بدرجات الحرارة الساحل تتوصل أقصى 27 درجة أما أدنيها للـ 18 درجة بالنسبة للارتوبة بتسجل أقصىها 75% أما ثرات رياحها بتوصل للـ 30 كم بالساعة ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالجبل وبالداخل تتسجل أقصىها بالجبل لـ 20 درجة أما بالداخل هتتروح بين 15 و 23 درجة جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفارجينا أكتر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية مبلج جولتنا من الشمال مع أكار 26 27 بترابلوس 14 بالقرس 25 درجة بالكرة 26 بالهرمل وبالقاعة 23 ببعلبك 22 درجة بيرياء ننكمل عجبال 26 15 بميروبة 27 درجة بيجوني وبيبعضة بيروت كمية عم توصل فيها الحرارة لـ 27 درجة وتقصى عبيكون غائم جزئيا 23 بزحلي 24 بشتورة 26 درجة بيعنجر بمشغرة جزئين 25 رشاية 24 مرجعيون 25 منتج بيل 26 درجة والختم مع بيت الدين 23 والمناطق الجنوبية صيدة صور وقانة 27 درجة متل ما ذكرنا لبكرة عبيكون في عنا طاقس غائم جزئيا أما الحرارة لبكرة عبيتساجل أقصاها 27 درجة أما أدنيها 20 درجة بالنسبة لنهار الجمعة والسبت انخفاض بسيط درجة الحرارة بس عبيكون في عنا طاقس صافي تتوصل حرارة أقصاها لـ 26 درجة عبيكون في عنا ضباب على المرتفعات أما بمنطقة الأرز الحرارة تتراوح بين الخمسة والأربعة عشر درجة هيدا كان كيشي لليوم، شوفكن بكرة موسيقى موسيقى في دي أن اي بعد هذه النشرة يضيء نديم قتيش على حالة الكسكيزوفرينيا التي عيشها حزب الله موسيقى والآن إلى العنوين قبل دي أن اي موجود نصب الأنون يسمح باستعمال الهوية أو جواز السفر إجراء الانتخابات في موعدها محل تأكيد رسمي وبر يدعو للوحدة لتحصين الداخل ويقول اللقاء الثلاثي لا يستهدف أحده موسيقى عشية أعلان ترامب استراتيجيته العامة حيال إيران تهران ترفع صقف المواجهة وتهدد واشنطن بثمن من باهر ثلاثة هجمات انتحارية لداعش في موسكو في دمشق وموسكو تتهم واشنطن بتخريب العملية السياسية في سوريا إلى هنا تنتهي النشرة شكرا لإصرائكم وإلى اللقاء إلى اللقاء موسيقى